في تصريحات خاصة لتلفزيون النهار قال والد الملاكم نصر الدين بن سعيد إن ابنه غادر الجزائر في قوارب الموت بعد شعوره بالحجرة على حد قوله والتهميش متهما المسؤولين بالتقصير وهو ما ذهب إليه شقيقه ومدربه التصريحات مع فاتح بو شعنان قصاواه ناس بالمسؤولين بالمدربين على الفريق الوطني قصاواه وجابوا هذا زوج عصابات هذا جابتها وذا جابتها وغاتوا سب الحقرة سب الحقرة سحب الحقرة كبيرة على ذيك اللي غادر قال لهم الخوفتوا قال لهم نروح أنا للخارج مش محال يكون عندي الحظ قال لهم نروحوا بوكسي ثم خرما خرما هنا نقولك بكل صراع هذا الإهمال إهمال هو اللي يخلي خلي الشباب كما هذو يغادروا الوطن ما يلقاش الحل هو اللي أنا صافي يلقى الحل الواحدة ويقدر يغادر بقاول بالموت مننا باش يخرج مننا المسؤولين للرياضة واشا هنقولهم وكلهم ربي كلهم ربي لي كنسب